نعت الأوساط الفنية العرقية والعربية الأكاديمية والمخرج المسرحي البارز سامي عبد الحميد عن عمر نهزة 91 عاما بعد إعطاء فني أكاديمي امتد لأكثر من 70 عام هذا بولد الفنان العرقي الكبير في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى عام 1928 وبدأ حياته الفنية في مرحلة الدراسة الإعدادية في مدينة الديوانية وذلك قبل انتقاله إلى بغداد للحصول على البكالوريوس في القانون ومن ثم الدراسة المسائية في معهد الفنون الجميلة والتفرغ تماما للعمل المسرحي كما حصل الفنان الراحل على ديبلوم من الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن وماجستير في العلوم المسرحية من جامعة أورغون في الولايات المتحدة وعمل مدرسا في أكاديمية الفنون الجميلة عند افتتاحها ومن ثم رئيسا لقسم المسرح ورئيس اتحاد المسرحيين العرب وتم اختياره نقيبا للفنانين العرقيين ألف عدة كتب تخص الفن المسرحي وكتب عشرات البحوث التي تخص المسرح إضافة إلى إشرافه على عشرات الرسائل والأطاريح لطلبة الماجستير والدكتورة ترجمة نانسي قنقر